هناك روايات والأسباب ما زالت غامضة حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادي كثيرة إذن هي الروايات، روايات الاغتيال أو محاولات الاغتيال الغامضة أو الغربية على غرار أو الغريبة بالأحرى على غرار ما حدث مع العالم النووي محسن فخري زادي حيث سيطرت الأقمار الاصطناعية على قتله من بين تلك الروايات، رواية جرت فصولها في مطار كوالا لنبور في فبراير من عام 2017 واستهدفت الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية على يد سيدتين القيتان مادة VX المسممة للأعصاب على وجهه فقتل فورا وأثناء خضوعهما للتحقيق قالتان إنهما جندتان للمشاركة فيما كانت تعدانهم مزاحا على طريقة الكاميرا الخفية لكن العملية انتهت بالقتل وفي براغ من عام 1942 جهازا الاستخبارات البريطاني واتشيكي يقرران اغتيال الضابط النازي وأحد مهندسي المحرقة اليهودية رينهارد هيدريش أوكلت المهمة لجنديين للقيام بالعملية في الواقع أثناء مرور سيارته في أحد الشوارع لكن أثناء مرور سيارة المستهدف تعطل رشاش أحد الجنديين وبدل أن يهرب الضابط النازي ترجل من سيارته وحاول إطلاق النار على الجنديين محاولة كشفت عن مفاجأة ثانية المسدس كان فارغا عندها رمى أحد الجنديين قنبل علي لكنها لم تصب مباشرة ونجا وفشلت العملية هناك قصة أخرى وهي في الحادي عشر من سبتمبر من عام 1978 جريغوري ماركوظ السياسي الشيوعي المنشق ينتظر حافلة في إحدى المحطات وإذ يشعر بوخزة في فخذه نظر خلفه فوجد رجلا يحمل مظلة ويعتذر له بعد أربعة أيام توفي ماركوظ ليتبين أثناء تشريح جثته وجود مادة الرئيسين السامة والتي يعتقد أنها حقنت في جسده بواسطة المظلة قصة أخرى في إسبانيا في يوليو من عام 1973 مجموعة من الباسك الانفصالية الإيتا تستأجر شقة في مدريد تطل هذه الشقة في الواقع على موقع معد الاحتفال يشارك فيه رئيس الوزراء لويس كاريرو بعد خمسة أشهر مجموعة إيتا حفرت نفقا تحت الشارع ووضعت متفجرات بلغ وزنها ثمانين كيلو جراما وفجروا موكب بلانكو لدى مروره ليقتل على الفور ترجمة نانسي قنقر